الزمالك هيكسب الوداد أنا عارف يعني متأكد أنه يعمل مطش كبير مطش كبير ده معلومة ولا معلومة ولا توقعك لا توقعي بعد المطشين اللي فاتوا عشان المطش اللي فات اللي هو الملعب والجو والكلام ده والمطش الأولاني على فكرة المطش الأولاني من أحلى المطشات اللي الزمالك عملها لأن ما كانش عنده حظ بيترو قتلتكو بيترو قتلتكو ده بشوت تاني لا والأولاني والأولاني مضيع كام واحدة في القائم وفي العرضة ده كان أربع ولا خمس كور في المطش ده وقت في العرضة في العرضة إلا واحدة جات كافية لأنه خرار إنما بيترو قتلت المطش التاني اللي هو كان سجرادة ده فالجو والملعب ممكن يكون مضيع برضو زمانك ده ضيع واحدة في القائم بتاعت عمر السعين بس يعني مش هو المطش اللي كان بتاع بيترو قتلتكو قول لي تشكيل الزمالك قدام الوداد سؤال صعب أو اللي صعب عشان معرفش حزب إمام مسافر لا حزب مش هيلعب اللي يلعب حمزة المسلوس ليه ليه حرم عليك ده اللي عب حمزة المسلوس ربنا يسطر هو والراجل اسمه نجمد هو ربنا يسطر بجد يعني أنا عندي يلعب اربعة اربعة اتنين اربعة اربعة اتنين احسن ما يلعب بقوناجم ولا طب قول لي التشكيل ما أنا بقول لك حازم مسافر موجود طيب يلعب حازم ومحمد ايوه ماشي ابدأ ليك كده حراس المرمى عواد ولا أبو جبل أبو جبل طبع طيب بكريت حازم محمد عبغاني والونش مش محمود علاء أنا بقول لك أنا مالي ماشي هم دولة نصابين ولا كويسين كويسين طيب خلاص أنا بقول لك ماشي أحمد فتوح تمام إمام عشور ماشي طبعا هتلعب طريق حمد في المطش ده هتظلم لا طريق ما سافرش لا ولا أمال بقول لك سافر وهيلع لا 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 ما سافرش أنا من وجهة نظري إمام عشور وقاشة فروقة مم أوباما لا أوباما يبقى قدامهم قاشة فروقة برضو ما سافرش يا كابتر انت بختار الناس ما أنا معرفش بانا عشان كده بقول لك من اللي سافر يعني لما أنت ما كونش أوباما حرام طبعا أنت عندك دفندر حتى لو هو بعيد عن مستوى بس دي حتة مصاب عشور هو مصاب اه اصاب فيه اه ده بس ده نزل خمس دقائق اصاب تمرين وده برضو غلطة من ضمن غلطات نادي الزمالك أنه ما جابش دفندر يلعب هيجيب الزايق فيه قدر يا بقى الكلام ده من بدري من بدري من بدري امتى من بدري اللي كانوا يوسعوا لطريق حمد اه طريق حمد اتصاب ما قالوا طريق حمد اتصاب انت لايش هيوسعوا لطريق حمد هو طريق حمد مثلا بيجاملوه علشان يوسعوا له طريق حمد أحسن دفندر في مصر ماشي ما بيلعبش دلوقتي ماشي الراجل مصاب مين الدفندر دلوقتي عندك امام عشور وعندك اوبان امام عشور ده دفندر يعني يقدر يلعب ما هو امام عشور كان بقيت لما لقيت بقيت في نهاية اطوق حط انت التشكيل بقى لا انا بكلمك حط انت التشكيل اما انا مش لاقي حد دفندر احط ماشي بقى امام عشور وقبة انت مدير فني وتحطت في مشكلة مش هتعرف تحلها اه طبعا مش هعرف علها لان اصلا هاعمل حسابي ان انا هجيب اتنين دفندرات ينطح طريق انت للوقتي ما عندكش دفندرات وعندك مشكلة في القيد وبالتالي بتلعب قدام الودان انا بقولك تقول لي تشكيل قدام الودان هلعب كارتورون دفندر اولي التشكيل انا بقول لك انا معرفش انا معرفش امام عشور وقبة لا طب هقولك هلعب بقى هلعب محمود في الحل دي بقى هلعب محمود على في الولد مجد هاني لا 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 وحط محمد عبغاني جنب امام عشور كنص الملعم طيب ماشي عشب بن شري وشكبالة وزيزو فالقدام اه والجزيري لا عمر السعي عمر السعي ده التشكيل اللي اختاره كابتر رضا عبدالعان